اشتركوا في القناة في 11 سبتمبر لم تشعر بان هؤلاء هم الذين تسببوا في ذلك البعض من الامريكيين اعتبروا الاسلام والمسلمين تسببوا في ضحاياهم وكيف كان رد عائلتك اعتقد ان واحدة بناتك حتى قطعتك بعد تحولك للإسلام صحيح لقد فعلوا ذلك وعندما هاجموا المركز التجارة العالمي كنت في العمل وكانت هناك صدمة كبيرة لدي ولكن لم اشير الى ثقافة او الى اي وقد يكون احد استخدم الاسلام كسبب لفعل ذلك ولكن ليس لدي اي سبب ذلك لو تحولت الى ضيفتنا في كاليفورنيا انجيلا كولينز لاتعرف منها اولا ايضا عن تجربتها انت استمعت الى الادان في تركيا اعتقد ثم تحولت الى الاسلام بعد 11 سبتمبر في فترة لماذا ما الذي حدث ال 11 سبتمبر سبب لك مسألة تحدي او مسألة فضول ان تعرف هذا الدين 11 سبتمبر كان امرا محفزا وكانت فترة من 97 الى 2001 وفي تلك الفترة سمعت الاذان كمثل الضيفة الاخرى وفتحت قلبي ولقد قمت بالبحث وطرحت الكثير من الاسل الى والتقيت بكثير من المسلمين وبعد ذلك كنت مقتنعة بهذا الدين ولم اصل الى فترة اشهر فيها شهادة وحدث ال 11 سبتمبر وكان سهلا علي ان اتفاهم تعليم الاسلام والفرق بين نظرية المتطرفين وكان من الواضح ما جرى وما جرى ليس بالاصالة على الاسلام وكان ذلك معادة مخلفة لتعليم الاسلام وبعد قراءة القرآن وصورة الرحمن في ذلك الوقت كان من الجليا لانها كلمات الرب انجلا بالنسبة لاسمك انت اخترت ان تتمسك بانجلا كولينز ولم تغيريه لاسم عربي ولا اقول اسم اسلامي لماذا لان الاسلام دين عالمي واسمي عالمي اسمي الاسم الذي اعطته لامي وانا فخورة به ويريد من الناس ان يعرفوا ان الاسلام يصل الى الغرب ولديه اسماء غربية وانه من باب الاحترام تبني اسماء اسلامية وليس اجباري وفي هذه الحالة لانني من الغرب يمكن لي ان اثبت ان الاسلام لديه روابط مع الغرب وان الامريكيين يمكنهم اجد صلة مع الاخرين انجلا انت الان تديرين مدرسة اسلامية لن نذكر اسمها بالطبع هناك خشية من البعض بانه البعض ربما لا يحبون ان يسمعوا ذلك كان لنا تجربة في احضار انجلا حتى من مكانها في مقاطعة اورنج كاونتي اضطرت ان تقود سيارتها من اجلنا اكثر من ستين او سبعين ميل او مئة كيلو متر لتحضر الى السوديو في لوس انجلوس لان الكثير من الاستوديوهات في منطقتك رفضت ان تخرجي على الجزيرة معنا واعتبروا اننا نروج للاسلام ونستغل ال 11 من سبتمبر لماذا هذا الاحساس بذلك في منطقة مثل كاليفورنيا يفترض ان تكون منفتحة وان كنت اعرف ان اورنج كاونتي منطقة محافظة او جايب محافظ ويميني في منطقة لبرالية هي الولاية نعم فقط انها منطقة محافظة ومن اليمين وتعرف هذا ما يجري لقد ظهرت على برنامج فوكس مما يدهش وتكلمت بالاصان على الاسلام بطريقة مقنعة وتلقيت الكثير من الرسائل تعرف عن الاهتمام وشعرت انني اثبت تلك النقطة ان الاعلام يتعرض لرقابة ولا يعرضون الصورة الحقيقية على الاسلام وهذا ما اثبتك لو تحولت الى صفية صفية انتي كان الاسم اليزابيث هل مقتنعة بمنطق بفكرة انجيلة بانه لماذا لا نحافظ على الاسماء اليزابيث توريس بدلا من صفية القصبي مثلا او اليزابيث القصبي لان هذا اسم زوجك لماذا التغيير هل هناك تأكيد على الهوية انه يجب ان نغير لاسماء مسلمة او عربية ما افهمه ان هناك الكثير من الرحرية والاسلام في الاسلام وهذا الاسم عرض علي في مراكش لم اجبر على قبول هذا الاسم احببته كثيرا وكان لدي اختيار لابقى على اسمي الامريكي ولكن هذا اختياري الاسم العربي بالنسبة لتجربتك بالنسبة لفلوريدا صفية انت اعتنقتي الاسلام وتزوجتي مصري انجلا اعتقد متزوجة كويتي او كانت متزوجة كويتي هل هو الزواج هو سبب انكم تحولتم الى الاسلام بمعنى الرغبة في ارتباط بشخص مهما كانت تمن حتى لو تغيير العقيدة اترك السؤال لاي منكم يريد ان يبدأ هذا لا بيكون في حالتي لقد اصبحت مصي ما قبل زواجي من زوجي ولا اعتقد ان ذلك صحيح بالنسبة لي لقد اعتنقتي الاسلام سنتين قبل ان اتزوج ولقد كنت عملت على برنامج وكان زوجي رجل الكاميرا ولكن لم نمارس الدين في اتار زواجنا رسالة اخيرة في نصف دقيقة من كل منكم ابدأ بصفية القصبي الى مشاهدين لامريكية كانت يهودية تحولت الى الاسلام رغم كل تبعات ان تكون مسلما في امريكا بعد 11 سبتمبر هل لك من رسالة وكلمة اخيرة صفية اقول الحمد لله لاعتنق الاسلام سبحان الله لهذه الفرصة للتعلم واعتنق الاسلام وارد ان اؤكد ان العالم يفهم ان ما حدث في سبتمبر لا علاقة له بدين بعينه وان شاء الله سوف انا هناك افضل من ناحية كمواطنة امريكية وهذه فرصة للتعلم وفتح عقولنا وعدم فهم الديناء الاخرى وما المطلوب من الامريكيات صفية ان يفعلنا او المسلماء المسلمين في امريكا ان يفعلوا خمس سنوات بعد 11 سبتمبر لو رسالة الى من هم في امريكا الرسالة هو ان نواصلوا بان تنمو العقيدة بان نكون مسلمات ولن نستسلم واحيانا ابكي واشعر بالحزن ولكن عندما اصلي فلاخواني واخواتي المسلمات لا تخفن صفية القصب شكرا لك انجيلا كولينز استمع الى كلمة منك اتفق مع كلمات صفية وعلينا ان نفهم الاسلام في اطار مختلفة عن افعال الناس وللاسف هناك ناس يتصرفون ليس بالاصالة عن الاسلام ونحن بشر ونقوم باخطاء لقد تمت اخطاء في 11 سبتمبر والافضل ما نقومه هو نشر الرسالة ونحن نساعد الناس والاسلام رائع ولو علم الناس بتعليم الاسلام فستسود السعادة ولسوء الحظ هذا الامر مخالف الان ولكن ان شاء الله سنواصل وجودنا في الاعلام وسنصحح الاخطاء الافكار الخاطئة عن الاسلام شكرا جزيلا لكم انجيلا كولينز وصفية القصبي مسلمتان جديدتان بعد 11 سبتمبر بالطبع شكرا جزيلا لكم ترجمة نانسي قنقر